ينضم إلي من لندن مراثل الغد عمر بشير عمر الإجراءات التي سيفصح عنها بوريس جونسون اليوم بخطابه هل ستشمل كافة وعموم بريطانيا؟ يعني هبة وفق المؤشرات وفق التصريحات واضح أن الإجابة على هذا السؤال هي لا أنها لن تشمل جميع أقليم أو دول المملكة المتحدة لأن سكوتلندا استبقت هذه الخطة بالقول أن رئيس الغزراء البريطاني بوريس جونسون لم ينسق معها بالتالي سوف تقوم بإجراءات وحدية الجانب من قبلها على ياتحال هذا الموقف الإسكوتلندي المختلف عن الموقف البريطاني ليس الأول فمنذ بداية هذه الأزمة أزمة فيروس كورونا إسكوتلندا سبقت إنجلترا أو بريطانيا بإجراءات من طرفها سواء بتعليق المدارس أو الإجراءات الإغلاق العام كل ذلك كان متقدما بخطوة في سكوتلندا عن بريطانيا على أية حال هذه الخطة التي سوف يعلن عنها رئيس الغزراء البريطاني في كلمتها اليوم في الساعة السابعة بها توقيت المحلي هي توضح أن بريطانيا سوف تنتقل من المرتبة الرابعة في التصنيف إلى المرتبة الثالثة وعليه لن يشعر البريطانيون بالكثير من التغيير نظرا لأن قمة هذه المراحل المرتبة الخامسة والتي صنفت باللون الأحمر وأقلها المرتبة الأولى التي صنفت باللون الأخضر ونحن الآن في المرتبة الرابعة وغدا سوف ننتقل إلى المرتبة الثالثة والتي سوف تشمل واضحة إعادة فتح بعض الحضائق والسماح بالتمرين الرياضية وهذا أصلا كان موجود في المرحلة الرابعة فالجميع ينتظر الاختلاف الذي سوف تشهده بريطانيا أو بشكل خاص إنجلترا بعد إجراءات التخفيف عمر بشير مراثل الغد من لندن شكرا جزيلا لك